لم يعد إقليم ناكورنو كاراباخ جبهة القتال الوحيدة بين أرمينيا وأذربيجان فالدولتان دخلتا في مواجهة العسكرية شبه مفتوحة مرشحة للتوسع باستمرار إضافة إلى تبادل الاتهامات عن المسؤول عن إشعال فاتل الحرب تتبادل دولتان البيانات بشأن سير الأعمال العسكرية أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف قرى لها قرب بلدة فاردينيس في منطقة جيغار كونيك أما وزارة الدفاع في أذربيجان فاتهمت الجيش الأرميني بقصف منطقة داشكاسان داخل أذربيجان انطلاقا من بلدة فاردينيس يحاول كل طرف استعادة المساحات التي خسرها في الهجمات المتبادلة وحتى الآن يدور صراع عنيف على مناطق فوضولي وجبرائيل وأقدام وترتر فيديوهات تم الكشف عنها أظهرت عمليات قنص طالت جنوداً أرمينيين وهم يحاولون عبر إحدى النقاط العسكرية يحدث هذا في وقت بدأت المستشفيات في الجانب الأذربيجاني في استقبال الضحايا من المدنيين بينهم عائلات تعرضت منازلها لقصف عنيف في ناجورنو كاراباخ جانب الأرمينية تحدثوا عن استخدام أذربيجان لمنظومة الصواريخ متطورة ولطائرات مسيارة تركية في هجوماته الأخيرة فيما تقول أذربيجان إن أرمينيا فعلت منظومة الصواريخ S-300 الروسية الصنع نظر الحرب الشاملة أقلقت المجتمع الدولي خاصة روسيا والولايات المتحدة فالكريملين طالب تركيا أحد أبرز حلفاء أذربيجان بالعمل على وقف المواجهات فيما الولايات المتحدة على لسان وزير خارجياتها مايك بومبيو طالب الطرفي الصراع بوقف العنف والجلوس إلى طويلة المفاوضات بأسرع وقت ترجمة نانسي قنقر